لا هي اسمها نقوط آه يعني المصريين لما بيسمون نقوط ما بيسموش نقوط عشان هو بيخلوا المرض زي الفرح خالص هم بيسمون نقوط عشان حاجة بديعة قوي وجميلة قوي وكل الكلام اللي تقال في التقرير كلام مهم جدا جدا في مسألة المساعدة ومسألة ان الناس تقفوا جنب بعض عارفين المصريين بيسمون نقوط المريض ليه؟ بيسمون نقوط المريض لان هم بيعملوا شوية حاجات اول حاجة هم في قلبهم المصريين برضو لازم نقول ان هم بيخافوا من المرض زي زي كل الناس هو ايه اللي عملنا الروع بداية لما جاننا كورونا الخوف من المرض وان الواحد يبقى تقيل على غيره وان الواحد ليه؟ فهما حابوا يعملوا حاجة يطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم داووا مرضاكم بالصدقة وما فيش وقت افضل اداوي فيه مرضايا بالصدقة على فكرة هم فاهمين ان داووا مرضاكم بالصدقة امنعوا عن نفسكم المرض كمان بالصدقة يعني هم مش بيقولوا ان انا اعالج نفسي لما اكون مريض بالصدقة لا انا احمي نفسي فهم شايفين ان الصدقة دي حماية وحصن من الله سبحانه وتعالى فالمريض اولى الناس بان الصدقة تكون عليه او ان افضل الصدقة بتكون لتداوي المريض يبقى اذا اما يكون دا مريضي فأداوي مرضايا بالصدقة او ان انا بحمي نفسي بهذه الصدقة وبيطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الاعضاء بالسهر والحم وهم بيعملوا كده طب هم سمونه قوطل ايه قالك سمونه قوطل وكأنهم بيقولوا دي نقطة من خير ربنا وفضله وكرم في نقطة في بحر كرم ربنا وكأنهم بيحاولوا يعيشوا مفهوم النعمة وان ربنا هو اللي انا عم عليهم بالصحة وانا عم عليهم بالمال فبيعملوا ايه فبيعطوا لهذا المريض من هذا الكرم الرباني عشان يزداد وكأنهم بيعيشوا في قولي تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم وهنا بيبقى فهمين جدا جدا هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة يا ابن آدم مردت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أنك إذا ألم تعلم أن عبدي فلان مرضى فلم تعوده ألم تعلم أنك إذا عدته لوجدتني عنده آه يبقى هو كده فهم أنه هو رايح ماذا يضع الصدقة في يمين الرحمن فاكرين الحديث أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم حتى تصير كالجبال كما يربي أحدكم فلوة يبقى إذا هم رحيين وبيعملوا النقود ده عشان دي نقطة من كرم الله سبحانه وتعالى وكل ما يستخدم المصريين النقود كلمة النقود فيا نقطة في كرم الله فبيمرسوا هذا الكرم ويبقى حق المسلم على المسلم خمسة أنه يرد عليه السلام ويعوده ويتبع جناسته ويجيب دعوته ويشمته إذا عطس وعشان كده لما يجي واحد يسألنا بقى ببساطة خالص هو لازم أننا لما أزور المريض لازم أدي له فلوس الجواب مش لازم لأن الصدقة مش واجبة إنما المصريين عملوا كده عشان يحققوا إن هم بينفقوا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ربنا وعدنا كده إننا لما أنفق ويوفى إلي يبقى أنا رايح عشان أعيش هذا المعنى الجميل وفعلا من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن سترى مسلما ستراه الله يوم القيام إذن كل الكلام ده بيقول إن احنا بنعمل الكلام ده بنقط عشان احنا بنقط عشان النقطة دي دي بقى واصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر